وأخذ المجهدون في دخول النفق واحد يتبع الآخر وبقض يصارعون داخل النفق ساعتين ولم يصل من النفق سوى ثمانين مقاتل والباقي مات اختناقا تخيل معي يا رجل وهجموا فجأة على حماة الحصن خاص بابا تستر وهم يكبرون ويضربون بالسيوف فأعطى أبا موسى الأشعري الإشارة بالهجوم وانطلق الجيش على الأسوار وعلى الأبواب وهم يكبرون لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وصل المسلمين إلى مدينة تستر التي اتحصن بها الهرمزان ومدينة تستر محاطة بأسوار عظيمة وبعد الأسوار كان محفور خندق مليء بالمال وشكل هذا السور والخندق هم عند جيش المسلمين فكيف سيتجاوز المسلمون الخندق والأسوار العظيمة وكل شوي بيطلع جندي من أقوى جنود الفرس للمبارزة وكانت هذه المبارزة تنتهي بحرب وصدام قوي بين الفرس والمسلمين حرب شرسة واستمر الحال والحصار للمدينة ثمانية عشر شهرا وكل مبارزة تنتهي بمعركة حتى وصلوا إلى ثمانين معركة في ثمانية عشر شهرا تتخيل فكيف كان الأمر كان الأمر مهلك للمسلمين وللفرس ولكن المسلمين كان معهم ميزة الذي وصى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري بأخله معه ميزة أدى أداء منقطع النظير قتل وحده بالمبارزة مئة من جيش الفرس فصار الفرس ينتابهم الخوف من ميزة كل ما يخرج أحد من الفرس للمبارزة كان له ميزة بالمرصاد يعني مستحيل مستحيل إن الجند الفارسي يعود حي إلى المدينة فأدرك أبا موسى سبب توصية عمر بن الخطاب بأخذ ميزة فقرر المسلمون أن يهجموا هجوما واحدا إما ننتصر يا إما خلاص خلص يكفي انتظار 18 شهر فهجم جيش المسلمين وبدأ جيش الفرس خارج الأسوار بالانسحاب إلى داخل المدينة وأغلقوا الأبواب وصعد جيش الفرس على الأسوار وأخذوا يرمون المسلمين بالسهام فازداد المسلمون سوءا وبدأ المسلمون يتسلقون على الأسوار أي على أسوار المدينة فانصدم الفرس فأخذوا يفكرون بكيفية إيقاف المسلمين فصنعوا سلاسلة في نهايتها خطافات وكلالي وأخذوا يحمونها على النار كل من اقترب من المسلمين من رأس السور يضربونه بالخطافات والكلالي فتدخل في جسم المجاهد ويسحبونه لتقطيع لحبه رغم هذه المناظر العنيفة والعداب الذي حصل لجيش المسلمين لم يستسلم المسلمون بل أخذوا بالتكبير والشراسة بالقتال ويدعون الله بالفرج والنصر دعاء مستمر وقلوبهم مليئ بالإيمان فحل الليل وخرج أبا موسى يناظر الأسوار ويتأمل ويناظر هذا السور العظيم ويدعو الله وهو يناظر السور وإلا بسهم منطلق بالهواء نحو أبا موسى فسقط عند رجول أبا موسى وإلا بالسهم فيه ورقة فأخذ أبا موسى الورقة فكان فيه كلام فارسي وكان في جيش أبا موسى أناس يعرفون الفارسية فكان فيه أني وددك بكم يا معشر المسلمين وإني أستأمنتكم على نفسي ومالي وأهل بيتي ومن تبعني ولكم علي أن أدلكم على من تنفذون منه إلى المدينة ففرح أبا موسى وكتب لهذا الشخص أمانا لصاحب هذا السهم ورمى بالسهم إلى الاتجاه الذي جاء منه السهم فتسلل هذا الشخص المجهول في وسط الضلان إلى جيش المسلمين وقابل أبا موسى فقال نحن من سادات القوم وقد قتل الهرمزان أخي الأكبر وتعدى على مالي وحقد علي فأصبحت لا أمن على نفسي وأولادي وأهلي وعلمت أنكم قوما أهل عدل وسأدلكم على منفذ سري لا أحد يعلمه يوصلكم إلى وسط المدينة فابعت معي شخص جريء وقوي ويعلم السباحة ويحفظ الطرق فنظر أبا موسى الأشعري إلى الجيش فنادى مجزة واستشاره بمن يبعث منه من الجيش فقال له أنا هو فقال له أبا موسى احفظ الطريق واحفظ طريق باب المدينة واحفظ مكان الهرمزان يعني حدد لي مكان الهرمزان بدقة وباب الحصن فانطلق مجزة مع الرجل إلى أن وصلوا إلى نفق مليء بالله فكان النفق يوسع مرة ويضيق مرة مرة يمشي مجزة ومرة ينحني ومرة يسبح سلاحة وخرج مع الدليل الفارسي وإلا به وسط مدينة تستر ودله لمكان باب المدينة ومكان الهرمزان فنظر مجزة فكان الهرمزان مكشوف لمجزة فضغط على السهم يعني الهرمزان قتله بيد مجزة ولكن تذكر مجزة أن أبا موسى وصفه بعدم قتل الهرمزان فتوقف وكل هذا قبل الفجر ورجع مجزة إلى أبا موسى الأشعري فكان أبو موسى قد جهز ثلاثمائة مجاهد المهرة الشجعان يعرفون السباحة وجعل مجزة على رأسهم وأميرهم وأمرهم أن يتخففوا من ثيابهم وقال لهم أبو موسى أول ما تصلون كبروا بأعلى صوت لنعلم أنكم وصلتم لوسط المدينة لنقتحم الأسوار بنفس اللحظة جزء منكم ينطلق ناحية الأبواب لتفتحوها فيكون الهجوم من الداخل ومن الأسوار ومن الأبواب يعني هجوم ثلاثي مركب وأمرهم بالانتظار وانطلقوا بعد صلاة العشاء وأخذ المجاهدون في دخول النفق واحد يتبع الآخر وبقوا يصارعون داخل النفق ساعتين ولم يصل من النفق سوى ثمانين مقاتل والباقي مات اختناقا تخيل معي يا رجل وهجموا فجأة على حماة الحصن خاص بابا تستر وهم يكبرون ويضربون بالسيوف فأعطى أبا موسى الأشعري الإشارة بالهجوم وانطلق الجيش على الأسوار وعلى الأبواب وهم يكبرون والمجاهدون في وسط المدينة يكبرون فالتقت تكبير والتكبير وحمية الحرب وميزء يبحث عن الهرمزان فنمح الهرمزان وهو يقاتل فقفز عليه ليضربه ولكنه اختفى فجأة تاءت موج من المقاتلين الفرس أخفوا وميزء يقاتل وعيناه تبحث عن الهرمزان فنمحه مرة ثانية فقفز عليه بالسيوف فضربه الهرمزان فسقط ميزء شهيدا وقتل أيضا على يد الهرمزان المالك بن براء واستمر القتال إلى أن أذن الله بالنصر وأسر الهرمزان وأخذ إلى المدينة المنورة تذليلا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلما أقبل على عمر فناداه عمر من بعيد يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر فقال له يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كنا نغلبكم إذ لم يكن الله معكم ولا معنا فلما كان الله معكم غلبتمونا فقال عمر فما عذرك في انتقاضك مرة بعد مرة قال أخاف أن قلت أن تقتلني قال لا بأس عليك فأخبرني فاستسقى ماء فأخذه وجعلت يد الهرمزان ترعد قال ماذا بك قال أخاف أن تقتلني وأنا أشرب فقال له عمر لا بأس عليك حتى تشرب فألقى من يده فقال ما بالك أعيد عليه الماء ولا تجمع عليه بين القتل والعطش قال كيف تقتلني وقد أمنتني قال عمر كذب قال لم أجذب فقال أنس صدق يا أمير المؤمنين قال ويحك يا أنس أنا أؤمن قاتل ميزأة والبراء ابن مالك والله لا تأتينني بالمخرج أو لا أعاقبنك قال وإنك قلت لا بأس عليك حتى تخبرني ولا بأس عليك حتى تشرب وقال له ناس من المسلمين مثل قول أنس فأقبل عمر على الهرمزان فقال تخدعني والله لا تخدعني إلا أن تسلم فقال الهرمزان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وللهرمزان قصة أخرى تتعلق بأبي لؤلو المجسي نحكيها في حلقة أو لقاء قادم ترجمة نانسي قنقر